الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا هو الرد السادس وقد لا يكون الأخير على وسيم ابن يوسف وسيم يقول الحاديث التي لا أقبلها عقلي لا أخذ بها فهل هذا نقتصر به على عقل وسيم أو كل واحد له عقل من حقه أن يعترض على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بعقله إذا قال فقط عقل وسيم فهذا ما يقبله أحد بصفتك ماذا عقلك هو الذي يكون حكم على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال عموم العقول طيب فهناك من لا يقبل أحاديث السمع والطاعة لوراة الأمر كثير سمعناهم قل إيش الكلام هذا اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك لا يمكن قاله النبي صلى الله عليه وسلم كيف يضربني وأخذ مالي ثم قل اسمع وأطع هذا مشهور كلام من طارق السويدان ما في سمع طاعة ما في ولا أمر مع الأحاديث هذه رسالة مني لعلماء السلاطين الذين يطالبون البشر بطاعة ولي الأمر بطاعة ولي الأمر بطاعة ولي الأمر هكذا أنا أفهم الدين هكذا أفهم هكذا أفهم الحضارة الإسلامية لا أفهمها بطريقة علماء السلاطين أسمع وأطيع وطاعة ولي الأمر أسمع وأطيع وطاعة ولي الأمر أسمع وأطيع وطاعة ولي الأمر يعني زي الشيخ المثل البوطي وفتواه يعني هذا النوع من الفتاوى ما الذي يدفع العالم إلى أن يتخذ هذا والله أنا دائما أدعو أن كل إنسان يوزن بحسناته وسيئاته كمبدأ في العقل نحن إذا إنسان اتخذ موقف خاطئ ما نلغي كل حسناته وكل علمه شيخنا البوطي من أكبر العلماء وله مكانته وله وزنه في الأمة وفي العلم هذه رسالة مني لعلماء السلاطين الذين يطالبون البشر بطاعة ولي الأمر أرجو أولا الشباب لا يتجرأوا على العلماء بإلغائهم بالكامل فانت اختلفنا معاه في موقف سياسي في هذا يعني نقول هذا موقف مشين موقف سيء لكن هذا لا يلغي علمه لا يلغي فضله لا يلغي دعاءنا حتى له فأرجو أن نحن نتوازن في هذه المسألة ما الذي يدعوهم إذا أسأنا الظن فمصالح إغراء غيره لكني أنا أحسن الظن بالعلماء هذه رسالة مني لعلماء السلاطين الذين يطالبون البشر بطاعة ولي الأمر بعضهم يرى أن المفاسد أكبر من المصالح ستحدث دماء ويحدث قتل ويعني قد يكون هذا أحد المبررات فحينئذ إذا فتحنا هذا الباب لن يكون قاصرا على ما لا يهوى وسيم بل سيأتي أولئك الذين أيضا سلطوا عقولهم على حديث سمع الطاعة التي يزعم وسيم أنه يأخذ بها فالآخرون يقول له عقلي لا يسمح وحينئذ ستعم فوضى لا نهاية لها ولذلك إذا قلنا الحديث الذي يقبه العقل عقل وسيم أو عقل طالق السويدان أو عقل يوسف قرضاوي هذه المدرسة الذي يسمون أنفسهم بالتنويريين وهم أهل أهواء فحينئذ ما الفرق بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام غيره الكل يعرض على العقل مثلا سأضرب أمثلة قول لا يقتل مسلم بكافر هذا قول قول آخر وراء كل رجل عظيم امرأة قول آخر اسمع واطع لمن ولي أمرك ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك هذا قول يأتي آخر ويقول يحق لكل مواطن أن يبلغ أعلى المناصب الآن هذه أقوال منها كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومنها كلام غير النبي صلى الله عليه وسلم كيف نحدد هل نأخذ بها كلها أو نحكم العقل عليها إذا كان أمر كذلك فما الفرق حينئذ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام غيره تبهوا لهذا الأمر إذا كان كل كلام قابل للأخذ والرد كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام غيره إذا لا فائدة من الأحاديث لماذا رسول الله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم الهدى بالحق إذا كان كلامه وكلامه غيره كله قابل الأخذ والرد لكن استمع إلى قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون مخيرة من أمرهم ومن يعصي الله ورسوله فقد ظل ضلالا مبينا وقال جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي أمر رسول صلى الله عليه وسلم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقال جل وعلا وأن تطيعوه أي الرسول صلى الله عليه وسلم تهتدوا وقال جل وعلا من يطيع الرسول فقد أطاع الله فالله جل وعلا إنما أرسو إلى رسوله ليطاع بإذن الله فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله والرسول صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى فإذا كلما جاء خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه السند وقلنا نعرضه على العقل وكلما جاء خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه السند نقول نعرضه على العقل إذن لا فائدة من هذه الآيات ولم نعمل بها ولا فرق بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام غيره فالأمر خطير جدا مسألة دائما وسيم يوسف كغيره ممن هو يمثلهم اعلاميا اصحاب الفكر المقتبس من النصارى في عصور وسطى سموا انفسهم بالتنورين باللقى بنفسه يجعل الامر بين خيارين اما ان تقول بما ان عليه مما يسمى تنويري او انت ظلامي داعشي هذا باطل التقسيم هذا باطل اما اقول بقولك المنحرف الضال اللي تزعنه تنويري او يلزم من ذاك ان اكون ظلاميا داعشيا خارجيا هذا ليس بصحيح ولذلك انا اتذكر يعني موقف في رجل مكانيكي تارك للصلاة مكانيكي السيارات قلو فلان تصلي يقول لا يقول لماذا يقول جارنا في الورشة اللي نمنا يصلي ونصاب ايش الفائدة جعل الامر كأنه لا ثالث لهما اما ان يكون امينا وتارك للصلاة واما ان يكون نصابا ويصلي لماذا قلت لماذا انت يعني ما عندك مثال لمن يصلي الا فلان النصاب في واحد يصلي ونصاب وفي واحد مثلك امين وتارك الصلاة وفي واحد امين ويصلي فانك تجعل الناس يا هؤلاء من هذه الفئة وهذه الفئة هاي تقسيم باطل تريد ان تخدع به الناس وانت تجعل تقول هؤلاء يخدعون العام واخدعون الناس انت تفعل هذا الفعل لا تنهى عن خلق ان هو تأتي مثله انت تجعل الناس اما يوافقوك على ما انت تذهب ليه بيردك لحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بعقلك وبتشكيكك في البخاري مسلم بل بتشكيكك حتى في ظاهر القرآن والآيات القرآنية ثم اذا من من لم يأخذ بكلامك اذا هذا الظلامي هذا داعشي لا ارجو من كل مسلم يسمع لو سيم يوسف ان يدرك هذا الامر ليس بالضرورة من لم يوافقك فهو ضال ظلامي داعشي لا هناك دعاة على هدى وعلى كلامك يزن من كلامك ان لا الكتاب ولا السنة ولا النبي صلى الله عليه وسلم ولا اخلفاء الراشدون ولا امة الاسلام كلهم ما ادركوا ما تدركوا انت اليوم لان كل من قال بخلاف ما قلت فهو داعشي ظلامي او هو على ضلال مبين طيب هذه مسألة مهمة جدا مسألة اخرى لماذا يا وسيم ومن ورائك تجتهدون على ان تقلعوا اهل السنة خاصة من المجتمع ما شاء الله صدوركم واسعة تسعون الهندوسي والبوذي واليهودي والنصراني والاباحي وكل شيء كل شيء مقبول انت عايش الا صاحب السنة اللي هم يخلصون لله عز وجل فيما نحسبهم لولي الامر لا ينفسوا على الحكم ويقول بادلة السمع والطاعة بالمعروف ويذكرون للآية والحديث في كل ما يذهبون اليه وتمسكون بالسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبالفضائل من ستر من فضيلة من استقامة هؤلاء بالذات تريد ان تقلعهم من المجتمع حتى بلغ فيك الامر ان تشكك بمن يحفظ القرآن باهل المساجد لماذا العداوة الشرسة هذه لأهل السنة خاصة انت اتقلت منهجا ان نتعايش طيب لماذا هذه الفئة لا تجعلها من الفئات التي تتعايش لا حقا تعيش يحفظ القرآن يصلون نساءهم يرتدين الحجاب والنقاب يعتقدون بتحريم مثلا المعازف يعتقدون بوجوب اعفاء اللحية او تقصير الثوب يعتقدون ما شاء يعتقدوا هم يعتقدون ما ادل على الكتاب والسنة ويمتثلون امر الله ورسوله غيرهم يقول اتخذ الله ولدا غيرهم يقول ان الله بخيل ادو الله مغلول يقولون غيرهم يقول ان الله فقير غيرهم دوس مجوس هؤلاء اخواننا تبارك لهم وتودد لهم وأولئك الذين على الكتاب والسنة هم ظلاميون داعشيون لا يستحقون التعايش هذا باطل لو سمعك احد واقتر بكلامك فليورد هذا الاراب على على نفسه لماذا وسيم بالذات اهل السنة ظلاميون نعم قد يكون لك وجهة ناظر يا وسيم لماذا لانه ما يكشفك احد الا هؤلاء هم الذين يكشفونك حقا هم الذين يردون عليك هم الذين يعرفون زيفك فلذلك تعاديهم وإلا اعتبرهم في امن الفئات ما هم اسوأ من الهندوس والمجوس واليهود والنصارى داعهم وشأنهم لكن هذا هو في نفسك انتم اتبع الهواء ولستم بتنوريين بل انتم الظلاميون لكن كما قيل غمتني بدايها وانسلت ان شاء الله تعالى اذا شاء الله عز جل سرد ردا سابعا اذا شاء الله تبارك تعالى او اكتفي بهذا ساعيد النظر وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه اجمعين ونحن ونحن ومشايخنا وعلومانا نحن وراهم وما هم عليهم من كلام الله وكتاب الله ورسوله لا على شيء ثاني نحن 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 نعزهم ونكرمهم ونجلهم تعلم شو سبب يعني كثير من رجال الدين كره وسيم يوسف تعرف ليه كثير رجال الدين يكذبون على وسيم يوسف ويألفون ويبترون المقاطع شو تحليلك شو تحليلك انت ان رجال الدين يكذبون وهم مشايخوا ليحة ويكذبون انا تربيت بينهم ودرست على ايديهم انا نسان تربيت مساجدهم ودرست على ايديهم فعندنا كثير امور رجال الدين يخفون تسعين بالمئة ويخشون والله يخافون يطلعون انا كنت دائما اتمنى اصحاب الفكر المتشدد يطلع يفتي للناس والله امنية حياتي اصحاب الفكر المتشدد يطلع يفتي للناس لن يستمر لماذا لو نتبنى تراثا فيه مصائب انت لو تتعمق بالمصائب التي يخفيها رجال الدين اغلب لماذا الشباب الآن لا يريدون سماع خطابهم لأننا غير واضحين مع انفسنا اغلب رجال الدين تحريم النشيد الوطني وضد النشيد الوطني ويرون حرمة الوقوف للنشيد الوطني ولما يعزف النشيد الوطني يقومون ليه لأن الدولة قوية بس إذا الدولة ضعفت باجلس واجر على اجر اجر على اجر وما حد يقدر يتكلم معي ما حد يقدر يتكلم معي اغلب رجال الدين في عصرنا ضد بناء الكنائس ويريدون ويجمعون تبراعات بناء المساجد فوروبا بس ما يقدرون يتكلمون ما يقدرون يسنطون عندهم تقية حنا نقول لك والله يأتي رجل دين يقول لك الشيعة عندهم تقية حنا عندنا تقية حكم المتغلب تقية حكم النشيد الوطني التقية حكم الوقوف للعالم العالم تقية 90% يخفون رجال الدين من المعلومات 90% ولا يريدون الناس أن تعلم ولا يريدون الناس أن تعلم ويحرفون الكلام ويكذبون صور والله العظيم يكذبون إلا من رحم الله والله يكذبون موجود حنا محتاجين يكون صادقين مع بعض لكن الكثير من رجال الدين لا يريدون هذا الصدق ويرون من يخالفهم عدو الإسلام وهم أعظم أعداء الإسلام الله أنزل القرآن لنحتكم إلي يبين لنا أولم يكفهم أن أنزلنا عليك كتابا يتلى عليهم نسيت الآية إلا إذا صح أولم يكفهم أن أنزلنا عليك كتابا يتلى عليهم هذا ما أكفه هم لم يكفهم يريدون ألف كتاب يتلى عليهم فالشاءد من الأمر سيدي نعم رجال الدين يخفون مصائب ولو تكلموا بها سينبذهم المجتمع عن بكرة أبيهم لهذا وشهم يسوون يهدؤون يطلعون المظهر الكيوت إلا هذا حتى تقوى شوكتهم ثم يرجعوا يخرجوا أفكارهم هم بموج لهذا اللايك في نشرهم قول آمين يا بسليمان